في موضوع آخر أعلن جهاز الأمن الأوكراني عن كشف شبكة دولية للاتجار بالبشر وذلك في إطار التعاون مع مصالح أمنية لعديد الدول الشبكة كانت تختص بتهريب الأشخاص من أوكرانيا إلى المملكة المتحدة وفق تقرير صادر عن الشرطة الأوكرانية وأكد تقرير أنه يتم استغلال هؤلاء للعمل بأجور منخفضة وفي ظروف عمل سيئة للغاية جلب الأشخاص العمل القصري وفق تأكيد الأمن الأوكراني يتم عبورا بدول الاتحاد الأوروبي هذا وألقى الأمن الأوكراني القبض على 11 شخصا مشتركا في هذه الجريمة وبحوزتهم أسلحة نارية ووثائق مزورة نقل مواطنون عبر شاحنات خاصة إلى أراضي المملكة المتحدة وكان هناك مجرمون يوفرون ما يسمونه أماكن عمل حيث نقلوا بصورة غير مشروعة وبطريقة فضيعة ويعملون في ظروف غير إنسانية وبمبالغ زهدة كما يهددون بضرورة دفع مبالغ كبيرة لقاء سفارهم لبريطانيا اشتركوا في القناة